شكرا جزيلا معالي رئيس الوزراء شكرا جزيلا شكرا جزيلا معالي رئيس الوزراء شكرا لكم شكرا جزيلا معالي رئيس الوزراء شكرا لكم شكرا جزيلا معالي رئيس الوزراء شكرا لكم المشاركين في هذه الدورة السابع عشر للمنتدى حوكمة الانترنت على الخط أو حضوريا إن المنتدى السابع عشر لحوكمة الانترنت ينعقد اليوم في أديس أبابا في هذه الجلسة الافتاحية تحت إدارة الدكتور أبي أحمد علي وزير رئيس وزراء إثيوبيا معالي الوزير شكرا للانضمام إلينا اليوم في هذه الجلسة الافتاحية نود أن نرحب بهذا الشخص الذي قد أطلق الثورة الرقمية في إثيوبيا وتعتز إثيوبيا باستضافة الدورة السابع عشر لمنتدى حوكمة الانترنت وهي الدورة الثالثة على الأراضي الافريقية منذ عام 2006 تعتذي المترجمة إنه ثمت صدا في الصوت ويقرأ المتحدث نصا لم يوز على المترجمين وإن هذا الاجتماع سوف ينعقد على الأراضي إثيوبيا بين 28 من 22 نوفمبر إلى 2 من ديسمبر كانون الثاني هل لنا أن نرحب بكل هؤلاء المندبين الكرام؟ إن هذه المنصة المشتركة بين أطراف الشأن المختلفين إلا حدث تاريخي لدورة الموضيفة حيث يعيش مائة وعشرون مليون نسمة رجالا ونساء وإن إثيوبيا قد دللت على التزاميها بتحقيق هذه الغاية من خلال تطوير استراتيجية رقمية وطنية شاملة وقد تعد حاليا السياسة تتعلق بالبيانات قد يقرها البرلمان أصحاب المعالي نحن ننظم هذا الاجتماع بشكل مختلط على الخط وفي الموقع في أديس أبابا وإن دورة هذا العام تتم في حين أنه تدور مناقشات بين كل المشاركين سواء كانوا في الموقع أو على الخط إن برنامج المنتدى قد تمحور حول خمسة محاور ربط كل الأشخاص تجنب التشتت السماح بالسلامة والمحاسبة ومعالجة التقدمات التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي مرة أخرى أرحب بكم بهذه الدورة السابعة عشرة المنتدى حوكمة الإنترنت وأعطي الكلمة الآن للسيد أنطونيو بيدرو الأمين التنفيذي بالوكالة لهذه الكلمة الافتتاحية صاحب المعالي دكتور أبي أحمد أصحاب المعالي الوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الاقتصادية والاجتماعية حضرة السيدات والسادة إنه من دواعي شرفي أن يستضيف مركز مؤتمرات أديس أبابا هذا المؤتمر أود أن أثمن صاحب المعالي دكتور أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا الذي يستضيف هذا الاجتماع الحام وأود أن أتوجه بالشكر إلى أمانة المنتدى التي ترجمت هذا المشروع إلى واقع حضرة الزملاء الكرام قد مر عام قبل أن يجتمع هذا المنتدى وقد واجه العالم متطورات كثيرة إن الأثار المتفاقمة لتغيير المناخ ولجائحة كوفيد-19 وأثار الحرب في أوكرانيا قد تجعل من مستقبل العالم مستقبلاً لا يمكن التنبؤ به إن هذا المنتدى ينعقد حول موضوع المستقبل المشترك وسوف نركز على سد الهوى الرقمية وضمان التوصيل بكلفة منخفضة إنها فرصة صانحة لمناقشة مسرعات التحول الرقمي وفي هذا السياق ينبغي أن لا نتناثى مكان أنعقاد هذا المنتدى في القارة الإفريقية إن شخصاً من ثلاثة أشخاص يصلون إلى الإنترنت مما يعني أن الملايين غير مربوطين بالشبكة وإن ذلك وإن الوصول إلى الإنترنت محدود إذا ما كنت في الأرياف كما أن الخد الهوى في الاستخدام تمثل شغلاً شاغلاً لأفريقيا وفي حين أن 70% يمكنهم أن يصلوا على الشبكة من خلال التطبيقات الجوالة إلا أن 20% منهم يستخدمون هذه التطبيقات أي الهوى هي بـ 70% كما أن الكلفة العالية للإنترنت الجوال يمثل ثبباً لهذا التوصيل المنخفض إن هذه الهوى تفاقمت جراء جائحة كوفيد-19 حيث أن التجارة الإلكترونية والصحة على الخط والتربية على الخط كلها قد توسعت وإن العمل عن بعد قد ترك شرائح كثيرة من السكان بعيدين كل البعد عن هذه التكنولوجيا كما أنه لا بد من تحسين التوصيل مقارنة مع الدول المتقدمة النمو وفي حين أن البناء التحتية في إفريقيا ما زالت غير متوفرة بما فيه الكفاية إلا أنه يحرز تقدم ملموس إن الزيادة أو توسع التجارة الإلكترونية قد أدت إلى توفير وظائف جديدة وفرص عمل جديدة في غانا على سبيل المثال فإن منصات التجارية من شركة إلى شركة تسمح بالربط الباع مع المشتريين لا سيما في مجال القطاع الزراعي كما أنه في كينيا هناك صفوف مدرسية على الخط في غينيا يتم توصيل الخدمات الصحية الرقمية إلى المناطق الريفية كلها أمثلة على توزيع التوصيل على أكثر من دولة إفريقية وتعمل الدول على توفير السياسات ذات الصلة ويتم منح الشركات مثل كما هو الحال في نيجيريا وسنغال بالوسائل المناسبة في رواندا فإن الخدمات على الخط على غرار إيرانبو تسمح بتقديم طلبات لخدمات الحكومية وسداد كلفتها وإن إيرانبو قد خدمت 11 مليون مواطن في رواندا وتوفر مئة ما يزيد عن مئة وخمسة خدمة سواء يتعلق الأمر بأحوال الشخصية الصحة التربية العقارات السفر وخدمات النقل أما توغو فقد أطلقت مجتمعا رقميا أو برنامج المساعدة على إطلاق المجتمع الرقمي وفي شهر مارسي أذار 2022 فإن شبكة نوفيسي قد وصلت إلى زهاء عشرة مليون من المنتفعين بكلفة 23.9 مليون دولار وفي إثيوبيا قد تم نشر قدرات مبتكرة في المجال الذكاء الاصطناعي ضمانا لدعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية في الصحة والتربية والزراعة وصون القرارات في التخطيط الحضري وما إلى ذلك كل هذه الأمثلة تبين أن المجهد الرقمي الإفريقي يتغير علينا الآن أن صد الهوى في البناء التحتية الرقمية وحتى نطلق المبادرات الداعمة لتحقيق عالم رقمي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا السياق فإن تفعيل الاتفاقات سوف يعود بالمنفعة على تحول الأفريقي الرقمي ويسر التجارة الإلكترونية ويحسن من الفعالية ثلاثل الإمداد حضرة السيدات والسادة فيما يتعلق بمنتدى حوكمة الإنترنت وجهود المنظمة الاقتصادية لإفريقيا فقد سعت على النهود بأنشطة تدعم التوصيل وتكثل حقوق الإنسان بما في ذلك التنظيم في البرمجة كبرنامج الذي يستهدف الفتيات المبرمجات في إفريقيا ونسعى أيضا إلى تجنب تشتت وتفتت الإنترنت من خلال الاعتماد على مبادرات التقييس لشبكة مفتوحة غير مفتتة مع أكثر من منظم كما أننا نسعى إلى حماية خصوصية البيانات وفي فبراير شباط 2022 قدمنا إطارا للقارة الإفريقية لحوكمة البيانات إن النهوضة بسلامة والأمن والمحاسبة تمت من خلال شراكة مع حكومة توغو للاستفادة من المركز الأفريقي لتنصيق والبحوث في الأمن السيبراني أخيرا أخيرا فإن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعمل على نشر التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي دعم لإنشاء مركز البحوث الافريقي الأول ولا في المجال الذكاء الاصطناعي في مارس أذر 2022 حضرة السيدات والسادة كيف يمكننا أن نحقق شبكة قابلة للصمود وهذه المفتتة في غضون عقود قليلة لا بد من اعتماد نهج متعدد القطاعات يعالج أولويات خمسة أولا إن شاء شبكة قادرة على الصمود ثانيا اعتماد الأنظمة لإزالة العواق ثالثا مداخلات تتعلق أو متوائمة ومتكيفة مع سياقها رابعا تنفيذ التكنولوجيا بشكل تدريجي بما يتمسك بمبادئ الشمولية والتمثيل والوصول خامسا إشراك القطاع الخاص شكرا حضرة السيدات والسادة لحسن إنصاتكم وأتمنى لكم مؤتمرا ناجحا شكرا لسيد أنتونيو بيدرو الوكيل الأمين العام بالوكالة الأمين التنفيذي بالوكالة أما الآن فأعطي الكلمة لجونغوا وهو وكيل الأمين العام لإدارة الشرون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة وسوف ينقل إلينا رسالة أمين عام الأمم المتحدة أصحاب المعالي دكتور علي أحمد والسيد أنتونيو بيدرو الأمين التنفيذي اللي لجنة الاقتصادية لإفريقيا باسم أمين عام المتحدة سيد أنتونيو جوتيريس أرحب بكم بحرارة إلى الافتتاح الرسمي للاجتماعي السابع عشر السنوي لمنتدى حوكمات الإنترنت إنه يشرفني أن أنقل إليكم رسالة الأمين العام الذي سوف يظهر على الشاشة إن المستقبل سوف يكون رقميا وإن المستقبل الرقمي ينبغي أن يكون متوحبا حول الإثنان إنه طموحنا وطموحي من خلال الميثاق العالمي الرقمي لضمان مستقبلنا الرقمي للجميع ونحن نشارك نرجو التواصل إلى هذا الميثاق مع الحكومات في قمة عام 2024 بإشراك الجامعات والشركات التكنولوجيا والمجتمع الأهلي وإن هذا الميثاق يرمي إلى كفالة حقوق الإنسان وأن يوفر خدمات في مجالة ثلاثة تعتذر المترجمة إنه شريط مسجلا وإن لم يوزع النص على المترجمين واسترعها إلى صوت غير دقيق إن المجال أو الحيز الرقمي ينبغي أن يكون مأمونا وسليما على الحكومات وشركات التكنولوجيا والوسائط الإعلام أن تحول دون التنمر على الخط بما يقود الديمقراطية وحقوق الإنسان والعلم كما أن الميثاق الرقمي ينبغي أن يركز على أسلوب تعامل الحكومات مع شركات التكنولوجيا وبما يكفل استخداماً مسؤولاً للبيانات إن بياناتنا لا يمكن أن يساء استعمالها نحن علينا أن نعمل بشكل منفتح ومتساوى الذي لا ينال لا من الكرامة لا من الخصوصية فإنني أحث المنتدى وفريق القيادة أن يساعد على تحقيق هذه الغيات الثلاثة وشكراً شكراً نتوجه بخالص الشكر إلى الحكومة المضيفة حكومة أثيوكيا كما أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى اللقنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم المقدم إن منتدى حكمة الإنترنت حصل على ولياتي وذلك من خلال المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات والذي عقدت في مدينة تونس في مدينة 2005 إن منتدى حكمة الإنترنت عقد مرة أخرى في أفريقيا منذ حوالي عشر أعوام في مدينة نيروبي في عام 2011 وعلى الرغم من ذلك فإن أفريقيا هي أقل منطقة لديها إتصال بالإنترنت ولدينا إذن عدد كبير من الأشخاص الذين هم متصلين بالإنترنت وهذا إذن يمثل التناقض مع دول متقدمة مثل أوروبا حيث أن 89% من سكان القرى يتمتعون بالوصول الحصول على الإنترنت وهذا يضع الشعوب الأفريقية والقرى الأفريقية في وضع خطر مخاطر وخطر أن يتركوا خلف الربط الربط عفوا إن الدور الأساسي للربط وتحقيق دافة المات المستدامة لن يمكن تحقيقه ويحظوني الأمل أن منتدح حوثمة الإنترنت من شأنها أن يسرع بعملية التحول الرقمنا على المستوى الإفريقي إن الإنترنت هي أساسية لأبل تحقيق أهداف التنمات المستدامة وذلك من خلال التمكين الرقمي إن التكنولوجيا الرقمية والإنترنت يمثلين محركات النمو ومزود الخدمات الأساسية بما في ذلك من خلال الخدمات الأساسية المقدمة للحكومة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وهناك الكثير من فرص العمل الرقمي التي تزايدت حتى مع الأزامات ونحتاج إلى إنترنت لدي القدرة على السمود وإن موضوع هذه الدورة السبعة عشر هو أساسي إن مهمتنا المشتركة هنا في أديسة بابا هو إطلاق قوة الإنترنت الذي لديها القدرة على السمود وذلك لأجل مستقبل مستدام ومشترك بناء إنترنت لديها القدرة على السمود وقوي معناه أننا سنعالج الجانب السلبي للإنترنت والواقع الرقمي إن هؤلاء الذين ليست لديهم القدرة على الوزل يتركون خلف الرقمي وهناك أيضا عدم إنصاف ما بين الأجيال في نفس الوقت هؤلاء الذين يتصلون بالإنترنت يواجهون مخاطر يومية بالتضليل ومعلومات غير موثوق بها ولدينا الهجمات السبرانية بشكل يومي وهي تتزايد مقارنة بالماضي ولدينا زيادة في عملية الانتهاك الملكية الرقمية إلى آخرية وسويا يجب أن نعمله حتى نقدم مستقبلا رقميا مسؤول ويواجه هذه النواقص ويجب أن نعمل حتى تكون وعد التكنولوجيا وعد يمكن التعويل عليها ولا يسيء استخدامها السيدات والسيدة دعونا إذن نعمل على التركيز الإنترنت معقد ولا يمكن لمؤسسة أن تتحمل وحدها عملية التعقيدة والحلول المثالية نضم إلينا في هذا الاجتماع الهاجين عبر الإنترنت أو بشكل حضوري ولدينا هنا قادة وخبراء يمثلون المنظمات الحكومية الدولية والخبراء والمجتمع المدني وقطاع الأكاديميا والمجتمع التقني وأيضا الأطراف الفاعلة المختلفة الذين ينضمون إلينا وأعتقد أن سيكون لدينا تبادل مفيد للغاية من خلال ربط كافة الأشخاص مع صون حقوق الإنسان وتفادي تسجأة الإنترنت وحماية الخصوصية والضمان جانب يمكن التعويل عليه والأمن دعونا نمضي قدما بالتكنولوجيا وألا ندخل وسعا لأجل الوفاء بكل هذه التعهدات ولدينا منتدى حوكمة الإنترنت الذي يمثله إمكانية لتشاطر حلول السياسات والمبارسات الفضلة وأفضل الخبرات لأجل تحديد المسائل البازغة ولفت عناية الهيئات تأصل بهذه المشاكل يعجب أن نعمل على النهوض بمنتدى حوكمة الإنترنت حتى نحصل على النواتج المرجوة وعلى كافة المستويات سواء تعلق أمر بالمعايير أو إطلاع الحكومات على المستوى الوطني والمحلي وأن الحدود الرقمية هي الحدود التي يحصل على مستوها التحول الأساسي وهو فضاء للإسراء بتحقيق أهداف التلماتية المستدامة والأمم المتحدة ملتزمة بالعمل إلى جانبكم جميعاً وذلك لأجل الإنترنت مفتوح وآمن ويمكن التعويل عليه من قبل الجميع وأشكركم جزيلاً شكراً أساعد لي جنوى الأمين العام الأمين العام المساعد لقطاع السادس والسادة يتشرف الآن بإعطاء الكلمة لمعالي أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إتيوبيا الفيدرالية وضيف الشرف لهذا الحدث شكراً جزيلاً شكراً ساعدت ليو جونها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الوزراء المقارين رؤساء الحكومات والمنظمات أعضاء القطاع الخاص المقارون اللجنة التقنية المجتمع المدني وأوساط الأكاديمية السيدات والسادة ويرحب رئيس الوزراء بهم باللغة الإثيوبية أرحب بكم في مدينتنا الجميلة في العاصمة الديبلوماسية الحية أديسة بابا في الأيام القادمة ستتناقشون حول منتدى حوكمة الإنترنت وتشاطر مستقبل مشترك وما من مكان أفضل للتفكير حول هذا المستقبل المشترك غير هذه الأرض التي بدأت من خلالها الإنسانية على الرغم من أنه مرت 11 عاما منذ عقد منتدى حوكمة الإنترنت في القارة الإفريقية إلى أن إثيوبيا سعيدة لاستضافة النسخة لعام 2022 لمنتدى حوكمة الإنترنت وترحب بالمشاركين المتنوعين ونركز على التنوع والتحول المستمر أصحاب السعادة أن الإنترنت وما من من شك قد أدى إلى ثورة في الاقتصادات والمجتمعات والسياسات ونجد أنفسنا في عالم يتغير بشكل سريع مع أثر للإنترنت على العالم المتقدم والعكس صحيح إن ديناميكية كالمجتمع الدولي والأثار الاجتماعية والاقتصادية من شأنها أن تساعدنا في تشاطر فهم المشترك لإستخدامة وحوكمة الإنترنت وفي سياق سياق العولمة ومن خلال تدابير الرامية إلى سد الثغرات الرقمية فإن قل إن لم يكن كل الدول الأفريقية تعرفوا تأخرا على هذا المستوى وهناك تحديات سنواجهها كقارة وهناك الجانب السلبي للإنترنت الذي يتطلب سياسات موائمة وممارسات وتدابير أمنية يجب إتخاذها وبالنسبة لأثيوكيا فإن الأعوام الأربعة المنصرمة مثلت الكثير من التحديات والفرص على سبيل المثال فإن الإنترنت قد دعم سرعة المعلومات وينقطع الصوت المتحدث في الشمال ومن ناحية أخرى مع جائحة الكوفيد 19 فإن الإنترنت قد سمحت بالإطلاع ببعض الأنشطة الحكومية والأعمال عبر الإنترنت ما سمح بالابتكار وبزوغ الابتكار وبالنسبة للدول النامية فإننا نقر بأن تطلعاتنا ومسيرتنا ومسيرتنا لتحقيق عالم يتمتع بالرفاه وشامل للجميع بالنسبة لأثيوبيا يتطلب تحديث التكنولوجيا والإنترنت تتمثل وسيلة لضمان الأهداف الموضوعة كما ظهر ذلك في خطتنا الوطنية لمدة عشرة أعوام ونحن نخرج من الآثار القوية والسلبية للجائحة ونحن في وضع هش بسبب تغير المناخ واقتصادنا على الرغم من ذلك هو الثالث على مستوى منطقة أفريقيا ما وراء السحراء ولازلنا مرتزمون بتحقيق السيادية الكاملة وزيادة التصنيع والنهوض بالسياحة وتعظيم المكتسبات من قطاع التعدين وأيضا العمل على توفير اقتصاد أغدر وكل ذلك من خلال التعميم التكنولوجيا المعلومات وهنا يلعب الانترنت دورا أساسيا أصحاب السعادة إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي لعب دورا أساسيا في حياتنا وبالنظر إلى تزايد تعداد السكان فإن تحسين الربط وتوسيع الولوج أصبح يمثل أولوية بالنسبة للاستثمارات وتوسيع البنية التحتية وفتح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستثمرين والبناء بالنسبة للبنية التحتية ولدينا زيادة من 19 مليون مستخدم في 2017 إلى 30 مليون في 2022 ولدينا إذن طبيق الفو جي في عدد من المدن وشبكة الفايف جي في عدد من المدن الأساسية ومنذ حوالي عامين قمنا باعتماد استراتيجية لرؤية موحدة لتحقيق التقدم في أثيوبيا لأجل اقتصاد شامل ورقمي ونعمل على تطوير البنية التحتية مع تمكين المنصات ونعمل على بناء النظمة الإيكولوجية ولأجل ضمان المساءلة والشفافية فإن الحكومة اطلعت بعدد من التدابير لتعزيز المؤسسات الأمنية الوطنية علاوة على حماية الفضاء السبراني للدولة وهي تعمل على توعية المواطنين حول هذه المسائل إن الحكومة تقر بمنافع الذكاء الاصطناعي والتزمت باستخدام التكنولوجيا الجديدة لأجل التنمية وقمنا بإنشاء مؤسسة مكرسة لذكاء الاصطناعي وهي مخصصة للبحث في البلاد كما قمنا بإنشاء مؤسسة مخصصة للمصالح الوطنية لأثيوبيا والتنافسية وذلك من خلال تطوير خدمات ذكاء الاصطناعية والمنتجات والحلول ونحمل في قطاعات المختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والنقل علاوة على حماية الحماية العامة والأمان السيدات والسادة إن مساهمة الإنترنت في التنمية الاجتماعية هو هائل وإن مساهمة الفرص الجديدة للعمل والحصول على خدمات الصحة والتعليم هي بعض هذه النتائج الإيجابية ولكن على الرغم من ذلك فإن مبدأ حيادية الإنترنت يخضع للطرح الأسئلة وهناك إذن تدخل من البكاء الاصطناعي وعوضا على أن تمثل بوابات للانطلاق فهي تعمل على العكس من ذلك وهناك أيضا تهديد للاستقرار السياسي والسيادية والديموقراطية للدول إن السر من وراء هذه المسائل هو إذن التضليل وأيضا تعميم الإشعة إن المنظر يتوسع ولكن يجب أن نتحل بالحضر حول ملكيات البنية التحتية الأساسية والستراتيجيات المتعلقة بالبيانات ولي كي نحدث التزينا يجب وضع مراكز للبيانات والشبكات 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 لسيطرة على حركة المعلومات نحتاج تتسق مع قيامنا وتسمح لنا بالمشاركة في التكنولوجيات المبتكرة البازغة لأجل ذلك يجب أن نركز على بناء الثقة والإنصاف والأمن في الفضاءات السبرانية وتم إنشاء منتدى حكمة الإنترنت لتمهيد المصار لمناقشة مسائل من شأنها أن تضمن الاستدامة والأمن والاستقرار لأجل تطوير الإنترنت وأود أن أطلب من هذا المنتدى والذي لديه الصيد على مستوى المناقشات أن يركز حول الأفكار نحتاج إلى حلول ومقترحات عملية وقابلة للتنفيذ حتى نتمكن من خلق المجتمع العالمي الآمن والذي لديه القدر على الصمود والذي نصب إليها وألتزم باستعراض هذا المنتدى وأتمنى لكم نسخة ناجحة لمنتدى حكمة الإنترنت أتمنى لكم إقامة طيبة في أثيوكيا وأشجعكم على زيارة المتحف العلمي الجديد وهو ضمن معالم جديدة وكثيرة مثيرة في مدينتنا الرائعة أديس بابا أشكر رئيس الوزراء فخامة أبي أحمد رئيس الوزراء ضيف الشرف والآن سنضم إليها السيد لي جون والسيد بيدرو لأجل أخذ سورة جامعية قبل أن أن يغادر مع رئيس الوزراء القام السيدات والسادة كما قلت سابقا فإن رئيس الوزراء هو مناصر قوي للفضاءات السبرانية للدول النمية على غرار بلاد وبتالي أعتقد أنه يستحق أنه نهنئه بينما هو يكرمنا بوجوده في هذا المنتدى العظيم في أديس بابا رجاء أن تأخذوا أماكنكم السيدات والسادة وأشكركم جزيلا الشكر ترجمة نانسي قنع السيدة إن الدورة السبعة عشر